اشتركوا في القناة اخرجات التعليم وفقا لمنهجية محكمة تلبي متطلبات المراحل المستقبلية وتسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمامهم بما يصب بفاعلية نحو رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى ترأسي سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر رفاع اليوم حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى مستجدات المشاريع والبرامج التي تضمن للوقف استدامة موارده وتدعم دوره في توفير فرص التعليم العالي المختلفة وأضاف سموه أن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن ليواكب مختلف المعطيات والمتغيرات يشكل ركيزة محورية ويأتي في صدارة الأولويات إذ يستند إليه في مسيرة التقدم والتنمية لصناعة تاريخ حافل من النماء والازدهار يقوم على قوة التعليم الذي به تبنى أجيال مبدعة قادرة على مواصلة تنمية الوطن وتعزيز تنافسيته ترجمة نانسي قنقر